مع ذلك فإن ثبات أهل غزة الأسطوري يمد البشرية بزاد وبطاقة استثنائية جامعات الغربية ما زالت تتوسع في الاحتجاجات توسعت الاحتجاجات في عشرات مش من عشرات مئات الجامعات الغربية الولايات المتحدة وحدها تجاوزت الثمانين جامعة التي كانت في احتجاجات وما زالت أو كانوا معتصمين وضربوهم في الاعتصام أكثر من أكثر من ألفين وأربعمائة طالب اعتقل في احتجاجات الجامعات الأمريكية وأكثر من خمسين أستاذ حسب المصادر الغربية الاحتجاجات توسعت إلى بلجيكا إلى النمسا إلى ألمانيا إلى بريطانيا إلى فرنسا إلى إسبانيا إلى إيرلندا تكاد ما فيش دولة غربية حتى اليونان توسعت لها احتجاجات احتجاجات شعبية واحتجاجات الجامعية ما فيش دولة في الغرب لم يتحرك طلابها ولم يتحرك شعوبها بشكل أو بآخر دعونا نشوفوا بعض هذه الاحتجاجات اللي كانت اليوم واللي الحقيقة مست بلدان كثيرة وكثيرة جدا طلب صم بأمريكا هؤلاء من الصم البكم شوف نحن هنا من أجل فلسطين حتى في أمريكا بالإشعة حتى الذين هم صم وبوكم خارجوا يعبرونا عن وقوفهم مع المستضعفين مع الذين يقتلون بوحشية وبربرية وهمجية قل لها نظير ولم يشهد لها العالم المعاصر ما يشهده الآن من العام للأمم المتحدة خرج قبل أيام يومين يقول إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة أكثر في هذه الستة أشهر أو سبعة أشهر أكثر بكثير من الذين قتلوا في أوكرانيا في أكثر من سنتين فالحقيقة المتابعين وكثير منظمات الدولية حكومية وغير حكومية قالت إن المدنيين الذين قتلوا في الأربعة أشهر الأولى فقط في غزة يساوي كل المدنيين الذين قتلوا في كل الحروب التي تجري جرت في الأربع سنوات الأخيرة عبر العالم وهناك عشرات حروب المناسبة ربما الناس ما يستمعونها ما يعرفوهش كثير حروب بشكل أو بآخر كما تسمى كما تسمى يعني مستويات قالوا أن كل المدنيين الذين قتلوا في أربع سنوات في كل الحروب التي تجري في العالم هم أقل من الذين قتلوا في غزة في أربعة أشهر توحش غير مسبوك هذا التوحش في الحقيقة نحن كنا نعرفه ولكن لم نكن نراه كنا نقرأه ولكن لم نكن نشاهده كنا نقرأه في آيات بينات في سورة الإسراء أو قرأنا فيما بعد فيما حدث في النكبة وما حدث للفلسطينيين في ثمانية وربعين إلى آخره لكن لم نكن نشاهده قبل 14 قرن يقول عز وجل ولتعلون في الأرض علو كبيرة حدثنا القرآن على أنهم سيكون هناك وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون في الأرض علو كبيرة بدون الأرض ولتعلون علو كبيرة هذا العلو الكبير نشاهده الآن نشاهده بفضاعة ونشاهده العالم بصدمة وقبل 75 سنة كانت ما عرفه آنذاك بالنكبة وترد مئات الألاف من الفلسطينيين أكثر من 800 ألف من أراضيهم وقتل الألاف لا يعرف عدد الذين قتلوا بالتحديد لكن ما سادت تتحدث على ألاف كثيرة جداً أما الآن فإن نشاهد هذا العلو الكبير هذا التوحش الهمجي نشاهده على المباشر وهذا الذي يدفع ودفع بطلبة طلبة كاين اللي فقدوا مناصبهم كاين اللي طردوا من الجامعات علقت الدراس فانتاحهم ومع ذلك يستمرون في الحقيقة في أكثر الدول الغربية ولماذا؟ استمعتنا اليوم دعونا نسمعكم واحد كان أرسلهم إلى هذا الأفاضل وشيقول أحد المحامين اليهود وقد كانوا صغيونياً فرنسياً شوفوا مالذيش ce qu'était la laïcité à la française l'universalisme le légalité est évidemment la réalité israélienne est venu se confronter à à tout ce que j'apprenais moi et à ma réellité française et au franco judaïsme qui étaient aussi très particuliers et donc ces identités qui se confrontent à savoir de savoir qu'en israël les palestiniens ont un statut discriminer les palestiniens israéliens comme les palestiniens de Jérusalem qui ont un statut encore différent qu'ils n'ont pas les mêmes droits, qu'ils sont regardés 10 000 transactions financières aujourd'hui 0 transactions عندما زار القدس لم تكن هناك حرب فقد شاهد الوضع على الفلسطينيين الفصل العنصري العنصرية تجاههم معاملتهم معاملة الدنيا مقارنة مع الإسرائيليين وكل هذا خلى الكثيرين بطاعة الحالة اللي شاهدوا هذه الحقائق أنهم قلبوا كانوا صحينا كانوا يؤمنون بأنهم لهم الحق في هذه الأرض أو قالوا لهم أبائهم وعلموهم وأننا احنا مظلومين وتعرضنا الهولوكوست وتعرضنا الإبادة إلى آخره لكن فيما بعد عندما شاهدوا أن الذين تعرضوا للإبادة والهولوكوست وليمارسون نفس الشيء مع الفلسطينيين كان كثير منهم انقلبوا والآن كثير من هؤلاء كلمتكم أكثر من مرة مثلا كتاب جنرال سن أو ابن الجنرال لأحد المورخين أو أحد الكتاب السياسيين اليهود كان صهيونيا ووالده كان جنرالا كبيرا وجده كان من الذين أسسوا الكيان لكنهم انقلبوا الآن يدعو إلى تفكيك الكيان وكثيرين جدا جدا لأن ضمائرهم لم تتلوث بالدعاية أو تلوثت واستطاعوا أن ينتبهوا بأن هناك شيئا ليس على ما يرام قلت هذا هو اللي خلى الطلبة أساسا ولكن ليس فقط الطلبة في الحقيقة إنما كثيرين في في كثير من مناطق العالم طلبة وغير طلبة يحتجون ويتظاهرون كانت اليوم مظاهرات في باريس في عدة عواصم مدن فرنسية بما فيها باريس في عدة مدن بريطانية بما فيها لندن ومانشستر باريس وليل وغيرها في عدة مدن ألمانية بما فيها برلين ودريسدن وغيرها في مالمو في السويد في اليونان في إيطاليا في إسبانيا في أماكن كثيرة وكثيرة جدا شوفوا بعضها على السريع هنا في بلجيكا ناشطون يحتاجون على مشاركة فريق إسرائيلي في طواف بالدراجات الهوائية كانوا يعترضون على مشاركة فريق إسرائيلي الآن أي مشاركة إسرائيلية أكاديمية ثقافية فنية رياضية سياسية تجارية تجد أمامها احتجاجات في الغرب أي مشاركة بل أن الشركات اللي عندها عقود مع الكيان أو شراكات مع الكيان تجري حولها مظاهرات واحتجاجات وبعض هذه الشركات إما أغلقت وإما قطعت علاقاتها مع الكيان الذي يحدث في الغرب في الحقيقة يؤسس لتفكيك هذا الكيان ولو بعد حين هذا الكيان مش سهل تفكيكه لأنه هيمنة وسيطرة وسيطرت الصهيونية كإديولوجية على العالم وتبنت خطاب مظلومي ثم اخترقت المجتمعات وأشياء كثيرة يقولها الخبراء لكن الآن فيه حديث وحديث شوف هذه في اليابان هذه مظاهرات في اليابان اليابان اللي ربما تبعد 15 ألف كيلومتر أو يزيد وهذه في فرنسا لزملائهم ويتحدثون على أنهم ضد الاستعمار وضد الإبادة هذه الغابة من الخيام في بلتمور في جامعة جونز هوبكنز حيث اعتصام الطلاب في هذه الجامعة ضد حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة كما يسمونها ومطالبت جامعتهم بقطع روابطها مع المؤسسات الإسرائيلية والتي يقدرون حجم الشراكة فيها بمئات ملايين الدولارات طبعا هذه واحدة من أكبر ساحات الاعتصام التي شاهدتها في الجامعات الأمريكية ما زال الطلاب مصرون صامدون يتمسكون بمواصلة حراكهم واحتجاجاتهم على الرغم من الضغوطات الهائلة والتهديدات وحتى الظروف الجوية غير المناسبة كما تشاهدون الطلاب يقولون بأن الجامعة حددت موعدا في السادسة مساء الأربعة لإنهاء هذا الاعتصام لكنهم رفضوا ذلك كما تشاهدون وكانت هذه في أوكسفورد هنا وهي واحدة من أهم الجامعات البريطانية وقد امتلأ عن آخره تقريبا الجزء المخصص للإعاشة في هذا المخيم بعدد وصل إلى ما يفوق ستين خيمة حسب المنظمين وهم يبحثون الآن سبل توسيع هذا المخيم طبعا هنا في بريطانيا خرج رئيس الوزراء سوناك وهددهم وغضب وقال أنه يجب أن يتوقف هذه الاحتجاجات وشيئة كثيرة جدا لكن استمرت بل توسعت الاحتجاجات بشكل كبير وكبير جدا والحقيقة أنه لو كان يبقوا في الاحتجاجات ربما سيكون هناك وقت طويل يمر في موضوع الاحتجاجات ولكن كثير منكم بالتأكيد شاهدوها لكن هناك احتجاجات أخرى أيضا وهذه المرة في الكيان الصهيوني في الكيان الصهيوني تجري احتجاجات وتتوسع هذه الاحتجاجات بشكل كبير وكبير جدا المظاهرات تعم الكيان هذه المظاهرة كانت أمام بيت نتنياهو في قصاريا ولكن المنظمين لهذه المظاهرات يقولون أنها في عشرات المدن والأماكن والمناطق أمام وزارة الدفاع أمام مقر البرلمان أمام بيت نتنياهو وأحيانا أمام بيوت مسؤولين آخرين إضافة إلى في وسط المدينة في تل أبيب في غيرها وكان في هذه المظاهرة اليوم كان قمع وكان ضرب وكان سحل وكان اعتقالات وكان استخدموا المياه العادمة مياه المجاري ضربوهم بها لأن الغضب يتوسع الغضب زاد توسع خاصا بعد أن أعلنت المقاومة من أن أحد الأسرة قد مات نتيجة لإصابة كان أصيب بها من قبل وأنه لعدم وجود الدواء ولعدم وجود الجراحة اللي يحتاجها مثل ما يحتاجوها الفلسطينيين فإنه قد مات هذا زاد أشعل الأوضاع وخلى أهالي الأسرة هناك يزيدون ويشتعلون قضبا الآن المطالبات في كثير من هذه المظاهرات هي بإيقالة نيتنياهو بإيطاحة بنيتنياهو وبحكومته يعني ترى ارتفعت النبرة نبرة الخصومة ما بين الإسرائيليين وحكومتهم أو نظامهم القائم والحقيقة أن النبرة عندها فترة تتوسع لكنها رهي تزيد أكثر وهذا زاد شتت هذا المجتمع زادوا أكثر تشتيتاً أكثر تقسيماً أكثر تداعياً لأن هناك يمين يشكل على الأقل ثلث من الإسرائيليين وهم مع استمرار الحرب ومع قتل أهل غزة جميعاً إذا لازم الأمر ولديك ثلث هما ضد الحرب وأصبحوا يحتجون وأصواتهم ترتفع وثلث الثالث إذا شئنا بين الطرفين فهناك انقسامات حادة داخل هذا الكيان غزة إذ تقسمهم كما لم يسبق له مثيل انقسامات في الولايات المتحدة، انقسامات في الغرب، انقسامات داخل إسرائيل، انقسامات في كل مكان غزة وهي تدفع أنهاراً من الدماء تقسمهم وتزلزل أو ضاحهم الرد انتال الإعلام الإسرائيلي على موقف بايدن قبل يومين قالوا إنه زلزال والحقيقة أن الزلزل مزالت قادمة لأن الاهتمامات والمصالح متعارضة تماماً ما بين الذين هم في السلطة وما بين الدولة العميقة داخل الكيان الإسرائيلي ما بين حكومة نتنياهو واليمين المتطرف ليدعمها والليبراليين والعلمانيين الإسرائيليين ما بين الذين يدعمون الكيان الإسرائيلي بلا حساب ولا حدود والذين بدأوا يضعون حدوداً وقيوداً في الولايات المتحدة أو في الدول الغربية هذا كله يضاعف إلى درجة أن رؤساء ألمانيا وإيطاليا والنمسا كتبوا في إحدى الجرائد الألمانية كتبوا مقال يتحدثون فيه على أن الديمقراطية الغربية في خطر أن القيم الغربية والديمقراطية الغربية في خطر ما يقول الرؤساء الثلاثة النمساوي والإيطالي والألماني اللي كتبوا في صحيفة تاكس شبيغل كتبوا قالوا نرى في جميع حال عالم أن القيم الأساسية المتمثلة في التعددية وحق الإنسان وسيادة القانون وهي القيم الأوروبية يتم التشكيك فيها بل تتعرض للتهديد العلني وأضاف المقال إن أسس ديمقراطيتنا على المحك في الحقيقة لم يضع أحدا أسس الديمقراطية الغربية على المحك كما وضعها هذا الوضع هذا التوحش الصيوني وما كما اكتشف العالم أن تلك الخطابات الرنانة والكلمات الجميلة وعلى حق الإنسان وعلى الديمقراطية وسيادة القانون أنها جميلة أكيد فيها كثير من الأشياء الجميلة وأن كان فيها بعض الأشياء البشعة لكن في المجمع هي جميلة لكن اكتشف أنه عندما يتعلق الأمر بالصهاينة فإن الغرب يجعل دولة الصهاينة فوق القانون وفوق الجميع بل تستطيع أن تنتقد لأن رهي قوانين مر قانون في الكونغرس الأمريكي وهنا في بريطانيا قوانين يمروا فيها ما يسمى بمعادة السامية إلى درجة أن أحد النواب الأمريكيين قال قانون معادة السامية الذي يتم الآن تمريره سيجعل من الإنجيل مجرم سيجرم الإنجيل لأن هناك آيات هناك أصفار هناك عبارات في الإنجيل تنتقد اليهود تتحدث عن اليهود بل أن الإنجيل الذي جاب الإنجيل كان من بني إسرائيل سيدنا عيسى هو من اليهود في الأصل سيدة مريم آل عمران هم من اليهود والإنجيل أنزل عليه وجاء لأنهم كانوا قد ظلوا في كثير من الأشياء بعد سيدنا موسى جاء ليصلح لهم كثير من أخطاء فإذا بهم يدخلوا في خصومات وينقسمون وهذا الإنقسام هو الذي أدى إلى من هم أنصار المسيح الذي يسمى المسيحيين والذين بقوا على أساس أنهم يهود يعارضون المسيح وأن المسيح في الحقيقة كانوا يقولون عليه كلام كبير فأحد النواب الأمريكيين قال القانون سيجرم الإنجيل سيجرم أي انتقاد لليهود أو لبني إسرائيل أو لإسرائيل وهذا مشكلة بل كثير من الناشطين دعونا نرى واحد منهم هنا ناشطين الأمريكيين واش قالوا قالوا أنك اليوم تستطيع أن تنتقد أمريكا أو بريطانيا أو أستراليا أو أي حكومة قائمة في العالم ولكن القوانين التي توضع الآن تمنعك من أن تنتقد إسرائيل جنون بكل ما تعنيه الكلمة تعليقات قوية جدا وهو أمريكي صحفي أمريكي من أسم أو أي حكومة قوية جنونة أو أستراليا أو أي حكومة قوية جنونة خلاصة ومتحدث في حوالي 6 دقائق وشوية الخلاصة والحديث نتاعه هو أن أي انتقاد لإسرائيل سيدخلك السجن اليوم في الولايات المتحدة وبالمناسبة الآن أيضا يبدو أن الأمر ماضي في بريطانيا وفي دول أخرى لم تعد القضية تتعلق بإنكار الهولوكوست أو إنكار ما حدث لهم في الحرب العالمية الثانية لا الآن انتقاد لحكومة إسرائيل حسب القوانين الجديدة في الدول الغربية في بعض الدول الغربية يدخلك السجن مباشرة أين كنت أنك يمكن أن تنتقد الحكومة الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية أو الألمانية أو الملكة أو الملك أو الرئيس أو أين كان لكن لا يمكن أن تنتقد حكومة إسرائيل هذا جنون هذا في حد ذاته سيدفع كثير من الناس خاصة داخل الغرب أنه يقول لهم لم تعد هناك إذن لبيرالية وديمقراطية وليتباك عليها الآن الرؤساء الثلاثة هذا الألماني والنمساوي الإيطالي